موسيقى أهلا بكم التعليم والبحث العلمي هما كلمة السر للنهوض وتمية الشاملة في أي بلد على مستوى العالم فما بالنا بالمنطقة العربية والدول التي تحتويها وسط كثير من التحديات المتعظمة اللي بتوجهها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية ده بطبيعة الحال بيفرض تضافر في الجهود بين الدول العربية وقادتها والقائمين على إدارة شؤونها المختلفة إن يكون فيه دفع قدما في علاقتهم الثنائية وأيضا تعاون وتنسيق وثيقان بينهم خاصة في المجال اللي بنخصه بالذكر التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ودعم الابتكار والمسألة تتطلب وقفة عندما نتحدث عن التجربة الأردنية على وجه الخصوص وأيضا التجربة المصرية وسط كل ما يحمله ذلك من قواس مشتركة وخصوصية لكل من البلدين الشقيقين بنعتبر هذه الحلقة وهذا اللقاء في شؤون عربية فرصة ذهبية للاقتراب بشكل أكبر من التجربة الأردنية وما تقوم بالمملكة الأردنية الهاشمية ونظيرتها المصرية أيضا من جهود مبذولة في هذا الإطار ويساعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وهذه الحلقة من شؤون عربية مع علي الوزير عادل تويسي وزيرة عليم العالي والبحث العلمي الأردني أهلا بحضرتك معينا وسعادة أبو سيادتك معينا وإتاحة هذه الفرصة لقناتين الأخبر شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة أن نطل من خلال شاشتكم على المشاهد المصري والمشاهد العربي طبعا البداية وعايز أخذ تعقيب سيادتك عليها عندما نقول أن التعليم والبحث العلمي هما كلمة السر وهما المعضلة الحقيقية وموطن الداء إذا صلحت المنظومة التموية الشاملة التي تطلع عليها كل الدول كمنطقة عربية وشرق أوسطية وبتأكيد نخص بالذكر بما سيادتك في ضيافتنا التجربة الأردنية والتجربة المصرية حديثا عن الأردن وما تمتلك من مقاومات وما تواجه من تحديات في هذا الإطار ماذا تقولون كبداية استهلالية؟ هذا صحيح أن التعليم هو مفتاح السر والبحث العلمي لرفاه أي أمة الواقع أن المكياس العالمي لتقدم أي أمة يتعلق بالتعليم والصحة ولكن لا يمكن أن يكون هناك صحة جيدة بدون تعليم جيد لأن التعليم هو الذي ينتج الأطباء والأصحاء في الأردن نحن رأس المال الحقيقي وللأردن هو رأس المال البشري ولا يوجد في الأردن نفط ولا يوجد ثروات طبيعية كبرى ولذلك نعتمد على الإنسان الأردني في الإنسان ومن هنا جاء اهتمام الدولة في التعليم سواء التعليم الأساسي العام أو التعليم العالي التعليم الجامعي حلم كل أسرة أردنية أن يتعلم أبنائها وبناتها طبعا ولهذا نجد أن 80% من خريجي الثانوية العامة يتوجهون إلى الجامعات ويعني نحن نقول في الأردن أن صحيح أن هناك بطالة ولكن عاطل عن العمل مع شهادة أفضل من عاطل عن العمل بدون شهادة نسبة البطالة العامة في الأردن 12% رسمياً المعلنة لكنها مع الأسف متفشية بين الإناث أكثر من الدكور والسبب بأنه مجتمع عربي يعني دكوري مازال على الرغم من أنه الإقبال على التعليم متساوي يعني لدينا نسبة الإناث في الجامعات الأردنية 55% وهي أعلى من نسبة الدكور اللي هي 45% الآن نحن نقوم على عملية إصلاح للتعليم العالي بعد مرور كل هذه السنوات بدون استراتيجيات وطنية فبدأنا منذ عام ونصف بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 هذه الاستراتيجية لأول مرة تجمع الوزارات الثلاثة ذات العلاقة بإنتاج الموارد البشرية في المملكة وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل باعتبار أن مخرجات كل واحدة من هذه الوزارات الثلاث هو مدخلات الوزارة اللي بعتها فخرجوا التربية والتعليم هم مدخلات الجامعات وخرجوا الجامعات هم مدخلات سوق العمل في تجربة المصرية في قناعة كبيرة جدا بأن البطالة ليست فقط بمفهومها التقليدي ربما ما يجعل الأمر أكثر صعوبة واحدة من النواحي هي عدم الاتساق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من الجانب الآخر وده بيؤشر إلى العلاقة الوثيقة جدا التي تربط بين التعليم والبطالة أو التعليم والعمالة وبالتأكيد مهم جدا أن يكون فيه استرشاد بين أو فيه تعرف على التجربتين المصرية والأردنية ويكون فيه بالفعل تنسيق بين الدولتين في هذا المجال واسترشاد ربما بتجارب أخرى لدول أثبتت نجاح في هذا المجال ككوريا الجنوبية وسينغا وفورا وغيرها من الدول أثبتت بالفعل أنها أحدثت طفرة ملحوظة في مجال التعليم والبحث العليم ماذا تقولون؟ واحد من أهم الأهداف في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموالد البشرية هو موائمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل ونحن هنا لا نتحدث عن سوق العمل المحلي فقط بل العربي والدولي لأن الإنسان الأردني هو رأس المال الحقيقي للبلد وبالتالي نحن نعتمد على العائدات التي تأتي من أبنائنا في الخارج الآن الموائمة تتم بطرق مختلفة أهمها التخلص مما نسميه في الأردن بالتخصصات الراكدة والتخصصات المشبعة في الجامعات نحن نتلقى قائمة كل أربعة أشهر من ديوان الخببة المدنية عن ثلاثة أنواع من التخصصات التخصصات الراكدة هي التي لا أمل في الحصول على عمل بعد التخرج لعشر إلى خمسة عشر عاما التخصصات المشبعة هي تستمر قد تستمر أو يستمر الخريج فيها سبع أو ثمان سنوات حتى يحصل على فرصة عمل والقائمة الثالثة هي القائمة المهمة هي التخصصات المطلوب وبالتالي عندما يدخل الطالب على الموقع المخصص للقبول في الجامعات في فترة القبول الجامعي قبل أن يبدأ باختياراته في قائمة الاختصاصات أو التخصصات في الجامعات تظهر له هذه القوائم الثلاثة ولا يفتح له الرابط إلا إذا طلع عليها القوائم الثلاثة وعليه أن يختار إذا هو عصر على أن يختار أي تخصص مشبع أو راكد فهذا شأنه لكن نحن نقدم له القائمة الثالثة وهي التخصصات المطلوبة وهذه وسيلة من وسائل موائمة بين المخرجات التعليم العالي واحتياجات السوق وعندما نتحدث عن القوى العاملة في أي دولة بيعاول على الشباب بشكل كبير جدا لأن هي بالفعل السواعد التي تقود عجلة التمياء الشاملة حديثا عن ذلك وبالإشارة إلى ما يجري في مصر مؤخرا مؤتمرات الشباب التي تعقد بصفة دورية وعقد في الفترة الماضية دورة سادسة للمؤتمر الوطني للشباب بعنوانه أبدع انطلق الانطلاق، الإبداع، استثمار طاقات البشر في مختلف المجالات وبتأكيد الفعاليات كانت برعاية وحضور سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان فيه اهتمام خاص في دورة هذا العام بدعم المنظومة التعليمية وتطورها وأيضا بدعم البنية الاتصالاتية وقاعدة المعلومات والبيانات وهي أيضا بتأكيد من المحاور وثيقة الصلة بهذه القضية وإن كان فيه معاوقات قد يكون فيه خصوصية في الأردن وخصوصية في مصر لكن فيه دوما يعني مشاغل واحدة بين دولتين بتفرد نفسها بقوة على المنطقة العربية وهي بالتأكيد اللي كانت مدخل لمؤتمر الإبداع بنتابع فعاليات وتابعناها أيضا في الفترة الماضية وهي متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني كيف تتابعونه وأهمية المؤتمرات والبناء عليها في هذا الإطار؟ يعني المجتمعات العربية هي مجتمعات شابة وأضرب مثالا على ذلك هو أن نسبة الشباب في المجتمع الأردني 67% نحن عادة ما نصف الشباب لأنهم فرشان التغيير وهم قادة المستقبل ولهذا لا بد من إعدادهم إعدادا جيدا حتى يتسلموا الراية الآن المؤتمرات الشبابية التي تعقد سواء كانت في مصر أو في الأردن تلقى اهتمام من القيادتين في البلدين ولهذا أنا علمت بأن السيد الرئيس الجمهورية هو بنفسه حضر كثير من نشاطات المؤتمر صحيح وليس فقط حضور وإنما يكون فيه همزة وصل مباشرة بين القيادة السياسية وبين شبابه وفيه محور رئيسي في هذه المؤتمرات اسأل الرئيس بيكون فرصة للشباب أنه يعرض كثير من مشكلاته وتطلعاته بالنسبة لي كقطاع مهم جدا في المجتمع أو بالنسبة لدولة المصرية نعم يعني اهتمام رأس الدولة رئيس الجمهورية بهذه المؤتمرات وبالتواصل المستمر مع فئة الشباب في المجتمع أولا تعطي معنويات ودافعية أكبر للشباب في المشاركة في أنشطة هذه المؤتمرات من جاء ويعرض الشباب لتجربة هامة جدا هي الاطلاع على هموم الوطن التي يحملها رئيس الجمهورية وقادة المجتمع وقادة الدولة نحن في الأردن كذلك لدينا وزارة شباب وزارة اسمه وزارة الشباب وهي تقوم بأنشطة كثيرة جدا وكثيرا ما يلتقي جلالة الملك مع فئات مختلفة من الشباب وجلالة الملكة كذلك مجلس الوزراء بكاملة خلال العام الماضي اجتمع أربع مرات مع فئات مختلفة من الشباب بالإضافة للبرامج الأخرى التي تقوم بها الوزارة الآن هناك رابط بين الإبداع والشباب يعني عنوان المؤتمر الذي جرى في مصر بالفترة الأخيرة أبدع انطلق يعني الشباب هم الخبيرة المناسبة للإبداع يعني الدول التي كانت مصنفة في قائمة الدول العالم الثالث أو غير المتطورة وانتقلت من هذه القائمة إلى قائمة الدول المتطورة مثل كوريا يعني اعتمدت على العنصر الشبابي وعلى الإبداع بالذات وبالتالي لابد من خلق البيئة المناسبة للشباب لأن يبدعوا الآن كيف يتم ذلك من خلال التعليم ومنظومة التعليم التي بدأنا بالحديث عنها وبينظر أيضا إلى سنغافورة بوصفها نموذجا يحتدى بها في مجال التعليم بتأكيد لدينا كثير من الموذج فنلند دول إسكندانية بشكل عام سنغافورة كوريا يعني وحتى نحن في العالم العربي لدينا نماذج ناجحة الحمد لله يعني ونفتخر فيها في مجال الاهتمام بالإبداع والابتكار هل في رابط بين التساع الخطأ في هذه المجالات التي أسلفنا ذكرها مع علي الوزير وبين حجم الفساد موضوع الفساد أولا هو ظاهرة عالمية لأن أستطيع أن نقول أن هناك بلد في العالم يخلو من الفساد لكن الأمر أمر نسبي انتشار الفساد يعني أولا بين فئة الشباب بالمناسبة هم يعني الفئة التي لا يوجد فيها فساد ويأتي بعدهم حقيقة الإناث لا بد من أن نعترف بأن الفساد أقل بكثير بين الإناث منه بين الدكور أنا كنت أقصد بشكل أكبر الفساد الإداري هو فساد يا إما إداري أو مالي والفساد الإداري يقود إلى الفساد الإداري ولا نستطيع أن نفصل بينهم الآن نحن في الأردن حقيقة لدينا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأعتقد أن معظم الدول الآن فيها هيئات مشابهة تخلصنا إلى حد كبير جدا من الفساد الأكبر الفساد الكبير والآن نحن نلاحق الفساد الصغير فساد الموظف الإداري الصغير الذي لا يمشي إلا بعاملة إلا إذا تلقى مالا بطريقة أو بأخرى اعتمار المرجوة من مؤتمر شرق الأوسط وشمال إفريقيا حول دعم أتاقات الإبداعية وبتأكيد لم تكن فعلياته أيضا بمنأة عن الحديث المتصعد عن التعليم والبحث العلمي وبعض العقبات التي تشكل حجر عثرة أمام تعظيم الاستفادة من كثير من الأدوات الفعيلة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم بصفة بعدها أنا أعتقد أن أكبر مهم الآن للتعليم العالي في الوطن العربي والبحث العلمي هو مواجهة متطلبات التورة الصناعية الرابعة التورة الصناعية الرابعة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وعلوم المواد تحتاج إلى إبداع لأن منتجات الأربع مرتكزات الأساسية للتورة الصناعية الرابعة نتائج طبيعية لها هي الإبتكار في مجال الصناعة وفي مجال الصناعات والخدمات المختلفة ولهذا لا بد من أن تقوم منظومة التعليم سواء كانت الأساسي العام أو الجامعي بإعداد الأجيال إلى مواجهة متطلبات التورة الصناعية الرابعة هنا نتحدث عن أشياء كثيرة لا بد من أن يكون فيها عملية تحول العملية الأولى هي في أساليب التعليم وأن تنتقل من التعليم إلى التعلم لأن التعلم هو الذي يخلق التفكير الناقد والتفكير الناقد أساس للإبداع والإبتكار لا يمكن أن يخلق التعليم المتبع في معظم ملارسنا العربية وجامعاتنا العربية وهو التلقين إلى الإبداع التلقين نحن في حضارتنا العربية والإسلامية للميت ولا يجوز أن نتعامل مع أبنائنا في مدارسنا وجامعاتنا كأنهم أضنات لا سمح الله ولهذا عملية إعداد هذه الأجيال لمواجهة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات المجتمع بشكل عام هي المهمة الرئيسية للمنظومة التعليمية مهمة جدا أن يكون فيه أيضا سيولة وانسيابية في المعلومات قاعدة بيانات يعتد بها وهي واحدة من المؤاخذات قد تكون الدول العربية لم تحقق باعا كبيرا في هذا المجال ما يحسب لنا في التجربة المصرية في الفترة الأخيرة تم تفعيل ألية مهمة جدا بانك المعرفة يعني يعول أن يكون فيه حصاد لهذه الثمار المرجوة من مثل هذا الإنجاز لأن بالتأكيد المعرفة هي دخلة في كل مجالات الحياة أيضا من الأشياء اللي بيتم الدفع بها بقوة هي تفعيل أدوار بعض الفئات اللي بينظر لها أنها بشكل أو بآخر لم تعظم الاستفادة منها مهمشة يعني إذا لم يكن هناك قدر من المبالغة في هذا التوصيف دور المرأة دور أيضا الفئات الأولى بالرعاية دوي الاحتياجات الخاصة يعني مهم جدا أن هما ينظر لهم كقوة في المجتمع لا تقل عن نذرائهم من الأصحاء ما الذي واجهته وبذلته الشقيقة الأردنية في هذا المجال معليوزي الواقع أن الانتقال من عملية التعليم إلى التعلم تتطلب أن توفر المادة التعليمية والتعلمية للطالب ليس فقط عن طريق الكتاب بل يجب أن يكون هناك مادة رقمية يستطيع الطالب أن يدخل لها ليس فقط في المدرسة بل في البيت ولهذا أنا اطلعت على ما يجري من عملية إصلاح للتعليم الأساسي في مصر وبالذات موضوع بنك المعرفة الذي سيوفر للطالب المصري في المرحلة الابتنائية ثم الإعدادية ثم الثانوية المعلومات التي يحتاجها وبالتالي ومدون مقابل وهذا سيشجع الطالب على الاطلاع عليها في الأردن نحن قطعنا شوط ممتاز في توفير المادة الرقمية المحتوى الرقمي من مناهج المدرسية تقريبا معظم المدارس الآن يستطيع الطالب أن يدخل على لا يوجد لدينا بنك معرفة كما هو في مصر لكن هناك اشتراك عبر منصات محلية مشتركة في منصات عالمية توفر المادة الرقمية والمحتوى الرقمي لطلبات المدارس لإطلاع على المساقات المدرسية وما يشابهها حتى في العالم كله الآن على المستوى التعليم العالي بدأنا بإنشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني ومنصات التعليم المفتوحة وإنشأنا في كل جامعة من الجامعات الأردنية العامة والخاصة الرسمية والخاصة مركز فرعي تم ربطه مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومنصات التعليم المفتوح لتوفير التعليم الإلكتروني والمساقات الرقمية للطالب الجامعي وكذلك لتوفير منصات التعليم المفتوح العالمية عبر الاشتراك مع منصات عالمية معروفة مثل موكش وغيرها للطالب الأردني يعني هذه تجربة الآن بالنسبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة نحن في الأردن لدينا اهتمام خاص فيهم وهناك قانون يعني يفرض على كل مؤسسات الدولة أن توفر بيئة صديقة لدول الاحتياجات الخاصة والجامعات ليست استثناء على كل جامعة في الأردن وهذا يتحقق طبعا أن توفر البنية التحتية المناسبة لدول الاحتياجات الخاصة سواء كان بنية تحتية مكانية يعني التنقل يعني سهولة التنقل تمام بالإضافة المادة المادة يعني المادة التدريسية متوفرة لدول الاحتياجات الخاصة سواء كان هؤلاء الذين يعانون من إعاقات سمعية أو إعاقات نظرية الجامعات توفر بيئة صديقة لدول الاحتياجات الخاصة بموجب القانون وليس اختياره والمجتمع بالتأكيد يعني هناك اهتمام يعني خاص من العائلة المالكة في هذا الموضوع والواقع أنه الذين أشرفوا حتى الآن على يعني موضوع الاحتياجات الخاصة في الأردن هم من العائلة المالكة ولهذا أعطى زخم خاص للاهتمام بهذه الفئة معلي الوزير عقدتم لقاءا مع وزير تعليم العالي معلي وزير دكتور خالد عبد الغصار وبالتأكيد هناك نقاط ربما تتوقفون عندها تشكل أساسا الانطلاق لهذه الأفاق الأرحى في فتعا وتنسيقها بين الجانبين المصري والأردني في مجال التعليم العالي والبحث العالي الواقع أنه اللقاء جرى اليوم وجرى فيه بحث العلاقات التنائية اللي هي يعني دائما يعني تعتبر مثال يحتذا في العلاقات البينية بين الدول العربية علاقة المملكة الأردنية هي هاشبية بجمهورية مصر العربية وبالذات في مجال التعليم العالي نحن لدينا يعني حوالي ثلاثة ألاف طالب أردني في الجامعات المصرية واختيار الطالب الأردني والعائلة الأردنية بعد الجامعات الأردنية هي الجامعات المصرية مباشرة أولاً لثقتنا في منظومة التعليم العالي المصري ولجودتها ولأنه يعني مصر حقيقة بالنسبة للأسر الأردنية مركز آمان وشعب المصري شعب منضيار وفي جودة التعليم هناك حوالي 1500 طالب مصري في الجامعات الأردنية الآن جزء من هؤلاء الطلبة سواء الأردنيين في مصر أو المصريين في الأردن هم من خلال البروتوكول التنائي الموجود بين البلدين يعني نحن لدينا منح رسمية للطلبة المصريين وكذلك الجانب المصري بحثنا اليوم زيادة هذه المنح في الجانبين أنا وجهت دعوة لمعاني الوزير ووعدني بتلبيتها قريباً وتباحتنا في التجارب التي تتميز فيها كل بلد يعني بحثنا في خطة استقطاب الطلبة الوافدين في الأردن ويبدو أنه معاني الوزير مهتم بالاطلاع عليها وهذه خطة للسنوات 2017-2020 نريد أن نزيد نسبة الطلبة الأجانب والوافدين في جامعاتنا من 14% إلى 25% خلال أربع سنوات السبب ليس فقط مادي بل هو كذلك ثقافي لأنه نوفر للطالب الذي يأتي إلى الأردن للاطلاع على خصوصيات الثقافة الأردنية على البلد بشكل عام وهناك يضيف بعد عالمي لجامعاتنا حديثاً عن البعد العالمي بتأكيد مهمة جداً يكون فيه تضافر مصري أردني في هذا المجال يرقى إلى التضامن العربي لنهضة كثير من القضايا والتعليم بتأكيد واحدة من القضايا المليحة ماذا عن الانفتاح العالمي؟ يعني في إطار البعد العالمي للجامعات الأردنية هي ليست فقط استقطاب طلبة أجانب ليأتوا للدراسة في الأردن وهذا أمر مهم بالنسبة لنا لكن كذلك إرسال طلبة أردنيين إلى الخارج نحن نشترك في كثير من البرامج الدولية التي تركز على الحراك الطلابي لهو أن ينتقل الطلبة الأردنيون للدراسة في جامعات عربية أو أجنبية لمدة فصل دراسي أو سنة دراسية ولدينا مشاركة ممتازة في برامج الاتحاد الأوروبي يعني يخرج حوالي 3000 إلى 4000 طالب سنويا طالب أردني طبعا ويمضون فصل دراسي أو سنة دراسية في الجامعات الأوروبية يعودون طبعا بتجربة تعرضوا لها في هذه الجامعات هذه التجربة ليست فقط علمية وأكاديمية بل حضارية وثقافية وهذه مهمة جدا في عالم يسوده الإرهاب ويسوده الأحادية التفكير أحيانا والإقصائية في التفكير طلابنا وأبنائنا عندما يخرجون ويطلعون على ثقافة أخرى يعرفون أن هناك آخر في العالم وبالتالي يكون لديهم قدرة على التعامل مع الثقافات الأخرى الآن هناك مؤتمر أو الأحرى لقاء حدث في اتحاد الجامعات العربية في عمان لرؤساء الجامعات الأردنية مع أمين عام الاتحاد وكان هناك مطالبة بتوسيع برامج الحراك الطلاب بين الجامعات العربية يعني لا يعقل أن تأتي الجامعات وتفتح ذراعيها لطلبة العرب في مجامعاتها لفترات محدودة نحن نتحدث عن الذين يخرجون لدراسات كاملة أربع سنوات أو خمس سنوات نحن نتحدث عن فصل الآن اتحاد الجامعات العربية لديه برنامج محدود جدا يقتصر على الفصل الصيفي لطلبة الهندسة نحن نريد أن نوسع هذا البرنامج ليشمل التخصصات الإنسانية وليمتد لفصل دراسي أو عام دراسي كامل لابد لاتحاد الجامعات العربية من أن يفعل مثل هذا البرنامج نترقب أن في القريب العاجل والقادم يكون في أفاق أرحب في العلاقات المتميزة بالأساس بين مصر وبين الأردن في مختلف المجالات وبالتأكيد المجال المهم جدا واللي خاصنا بالذكر في هذه الحلقة وهو التعليم والبحث العلمي وإتاحة فرص أكبر ربما لطاقات بينظر لها بالشكل من الأشكال أن هي مهمشة في المجتمع منها ذوي الاحتياجات الخاصة والحقيقة إفادة معي الوزير في هذا الإطار وما تقوم به أيضا مصر من إفساح المجال بشكل أكبر ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات العلمية والثقافية ورياضية وغيرها هو يدفع على التفاؤل بشكل كبير جدا أن يكون في مستقبل نستشرفه يتم فيه تلافي كثير من السلبيات والانطلاق إلى هذه الأفاق الأوسعة بواجه التحية والشكر لضيفي الكريم في هذه الحلقة مع علي الوزير عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني أشكر حضرتك جزيلا شكر مع علي الوزير بارك الله فيكم شكرا أشكركم مشاهدين الكرام ونلتقي في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من شؤون عربية أترككم في رعاية الله موسيقى